حرك القايدة السياسية ودعمها لتطوير العملية التعليمية بنسير بخطة ثابتة نحو هذا الاتجاه وطبعاً فيه اللي شايف إن ده صح وفيه ناس تانية شايفة إن النظام الجديد قد يكون مش على هواه إذا جاز لنا التعبير لكن فيه لخبطة عند كتير من الناس أو حتى أولياء الأمور خاصة إن المرحلة دي بكيها 23 مليون طالب رقم ضخم جداً انبارح شفنا التصور اللي عرضه السيد وزير التربية والتعليم لسير العملية التعليمية خلال العام الدراسي المرتقب 2020-2021 خلونا نحلل هذا المشهد والمؤتمر الصحفي وما جاء فيه من خلال طبعاً نظام تعليم جديد وحضور الطلاب طبعاً في ظل أزمة الكورونا استخدام تكنولوجيا المعلومات المنصات الإلكترونية كمان القنوات التعليمية هنعلق على هذا الموضوع من خلال الأستاذ الدكتور محب الرافي وزير التربية والتعليم الأسبق برحب بيك كفندم ومشرفنا ومنورنا ومنسعد أكيد بوجودك معنا دائماً أهلاً وسهلاً بيك وزيش أنا سعيد بوجودي معك أهلاً بيك فندم طبعاً أكيد زي ما كنا متابعين كلنا المؤتمر الصحفي مبارح للدكتور طريق شوقي أكيد بطبيعة الحال حضرتك كنت متابع كمختص أو حتى مواطن مصري بيحاول يفهم ما يدور في دهن القيادة السياسية أو حتى السيد الوزير أو المنظومة التعليمية التعليم بنظامه الجديد أو المرتقب هل حضرتك بدأت تقيمه أو بدأت تكون ملامح واضحة ولا لسه مع التطبيق ممكن نقيم التجربة ونديها حكم بالضبط إحنا دائماً مع التطبيق لأن المهم جداً عما بنحط التصور لنظام جديد لازم نشوف على الأرض الواقع هيتطبق إزاي هو تبقى فيه مشكلات شكلها عمل إزاي لكن أنا كنت متصور أن إحنا ممكن نعمل زي فيديو كونفرنس كده مع مدير المدارس مع المعلمين قبل ما بنحط التصور بحيث أن أنا أقدر أعرف إيه المشكلات اللي ممكن تقابلهم في التطبيق الميداني اللي موجود أصلاً في الميدان وبالتالي أقدر أتلاف كثير من المشكلات والصعوبات اللي ممكن تقابل المعلمين أو تقابل مدير المدارس يعني التصور الموضوع مدي المدير المدارس مرونة كبيرة جداً قد تبدو مرونة ولكنهم متكتب في نفس الوقت يعني على سبيل المثال إحنا لو قلنا أن التلميذ فيه الصف من كيجي وان حتى الصف الثالث الابتدائي لازم يكون موجود أربعة أيام ومن الصف الرابع حتى الصف السادس يومين وبقية المنهج هيدرسه أونلاين فأصبح أربعة أيام معناه أن إحنا طبعاً لو هو اتخذ يعني الإجراءات الاحترازية الخاصة بجأة كورونا وفقاً لمنظمات الصحة العالمية أو وفقاً حتى لوزارة الصحة المصرية معناه كده أن كل فصل يكون تقريباً فيه عدد التلميذ 20 تلميذ في كل فصل إحنا عندنا تقريباً في كثير من المدارس يصل عدد التلميذ في الفصل أحياناً 60، 70، 80 وأحياناً 90 تقسيم الطلاب هنا يبقى فيه مشكلة لو إحنا اعتبرنا أن إحنا أسامنا المدرسة نصفين يعني جزء نصف المدرسة بيجي في الأربعة أيام واليومين التانيين النص التاني الخاص بيه الصف ده في المدرسة الابتدائية أو في مرحلة الابتدائية والصف الرابع أو الرابع والخامس والسادس في يوم تقريباً فطبعاً هيبقى فيه مشكلة هل أنا أقدر أوفر لإجراءات الاحترازية كاملة داخل المدرسة فهتقابل مشكلة جبيرة جداً من المدير المدارس مدير المدرسة بقى هو اللي عليه معاول عليه التنفيذ الكرة في ملعبه بالضبط كده ترامت الكرة في ملعب مدير المدرسة لكن مدير المدرسة هيبقى متكتف بالكسافة في الفصل وعلشان كده كل مدرسة ليهم محطة على مدير المدرسة ومدير المدرسة كل مدرسة كثفة الفصول بتختلف المدرسة الأخرى بس مش هنتكلم أقل من 40 طارب بالضبط كده يعني المفروض 20 يعني بفقاً لأننا لو سبت متر ونص ما بين كل تلميذ والآخر هتلاقي 20-25 مفروض يكون في الفصل السيئة العمرية كمان غير مدركة لطبيعة الوضع يعني الضبط فيه صعوبات الجدول الدراسي لما يجي عمله بعد كده هعمل جدول الدراسي أن الفصل حال الفصل هيتقسم مصين أو ثلاثة فحالة إن لو أسمته بقى الفصل اللي فيه 60 بقى يمثل مثلاً فصلين لنفس التلميذ اللي كانوا في فصل واحد طب الجدول الدراسي هيمشي إزاي برضو ده كله صعوبات هتقابل مدير المدرسة عند وضع تصور وأنا عايز كمان كم من المدرسين قد يكون إضافي برضو مدرسين إضافيين أنت عندك عجز في مدرسين أصلاً طب إحنا لو قلنا أربع تيام وحبنا نعمل فترتين إحنا بنكلم على الفترة الواحدة وإحنا هم وضعوا تصور أولى للمدارس الفترة واحدة ومدارس فترتين عملوا ثلاث تيام وثلاث تيام ثلاث تيام تحضر من كيجي ون للصف الثلاثة ابتدائي وثلاث تيام يحضر من ربعة ابتدائي للصف الثلاثة محتاجة أن مدير المدرسة يعني هيبزل مجهود كبير جداً جداً أنه يقدر في نفس الوقت يطبق الإجراءات الاحترازية لمطلوبة لمزارة الصحة وفي نفس الوقت يعمل جدول دراسي يقدر المعالمين يدرسوا بشكل في أريحي هل هيزود اليوم الدراسي هل هيزود عدد الحصص علشان يقابل لو أنا زودت أن كل فصل يتقسم لفصلين أو ثلاثة فصول هيحتاج زي محتاجة بتقول إلى عدد أكتر المدرسين هل متوافر عنده عدد المدرسين يعني فيه مشكلات كثيرة جداً والفترتين طبعاً هتكون الأمور أصعب بكتير أصعب بكتير جداً ففيه مشكلات على الأرض المفروض تدرس بشكل جيد قبل ما نبدأ العام الدراسي وممكن من الآن يتعمل حوار مع مدير المدارس ومع المعالمين ونقدر نعرف إيه المشكلات اللي بتقابلهم ونقدم حلول بديلة في حالة وجود هذه المشكلة ومين يا دكتور الممكن يعمل اللقاء بمدير المدارس هل مدير المدريات وبعد كده يرفع التقرير للسيدة الوزير ممكن مدير المدريات يعملوا فيديو كونفرنس مع مدير المدارس ومع المعلمين ويمكن مدير المدارس يحطوا تصور الآن لهذا الوضع ويشوفوا المشكلات اللي ممكن تقابلهم لو هو عايز معلمين إضافيين ممكن أخلي معلمين بأجر لفترة معانا حتى فصل دراسي الأول لحين القضاء على هذه المشكلة أو ممكن إن شاء الله تظهر يعني لقاح لكورونا وتتحلل الأزواء بعد كده تفصل دراسي الثاني لكن محتاجين فعلا إن إحنا نجلس مع مدير المدارس مدير المدارس الآن هو اللي عليه يعني عايز أقول الضبط العبء كله أنا رميت الكرة في ملعبه وقلت أن مدير المدرسة كل مدير مدرسة يصرف نفس وفقا للخطوط العريضة لوضعتها ما عندوش إمكانيات برضه أنا بقول لحضرتك أنا محتاج إن أنا أعمل لقاء مع مدير المدارس ومع المعلمين ومن خلال هذا اللقاء أقدر أعرف إيه المشكلات اللي بتقابلهم وأقدر الوزارة تساعدهم في مواجهة هذه المشكلات والصعوبات اللي ممكن تواجه تطبيق هذا النظام في العام الدراسي القادم ترجمة نانسي قنقر